بسم الله و السلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. زيكم عاملين ايه? كل سنة وانتوا طيبين. ان شاء الله فيديو جديد. والفيديو ده كنت لها اطلق عليه من فيديو من قبل كده. على الموديل اللي انتوا شايفينه دوا. كنت انا عاملة الفيديو اللي انا اطلق عليه. اه اللي هو الخمار الفرنسي بالفستان بتاعه. وقلت لك اللي انا ان شاء الله هعمل القماشة اللبني دي في فيديو تاني. تمام? اه فالقماشة دي عندنا كريب وعندنا دي تلاتة متر وربعة. وارض القماشة مية وخمسين. تمام? احنا اه في الاول كده اه بنتبق القماش البرسن على البرسن وبعد كده نطبقه مرتين. بس بنسيب مسافة اه 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 فتحة من وراء سواء السوستة او فتحة. بنعمل اتنين سنتي كده برا من ناحية الناحية المفتاح بتاعة البرسن عن الناحية المقفولة اللي فوق منها. تمام? بناخد نص عرض الكتف اللي هو كان تمام تشر سنتي. وبناخد اه ميل الكتف اللي هو تلاتة سنتي لتحت ونعمل تمانية في تمانية الحاردة بتاعة الرقبة. وبنزل طول الصفر اللي انا ايساها على صاحبة الفستين. الطول ده بنزله كده بس بنزله ضغري من عند خط الكتف. ده اللي هو التمنتاشر سنتي بنزله لتحت برضو كتمنتاشر سنتي على طول اه اتنين وعشر سنتي طول الصفر. ايا كانوا الطول اللي عندكم ايه? تمام? انا بعملها كده كحاجة مربعة كده. انا بسيبتي مسافة عن الخط اللي انا عاملها مسافة الخياطة. تمام? يعني انا نزلت التمنتاشر سنتي هم هم التمنتاشر سنتي للاخر تحت. ببعملش الحاردات ولا في اي حاجة للكم. تمام? عايز اقول لكم ان الموديل ده وان في ناس عملوه بكزا طريقة. وينفع بكزا طريقة. بس انا بحاولها ببسط لكم. يعني انا حتى في الموديل ده انا ببسط لكم ازاي نعمل حاردة القم وازاي نعمل الكشكش دي عشان في ناس عاملينها بطريقة بصراحة. انا شفتهم هي نتيجة كويسة. بس صعبة. يعني مش صعبة اني مش اي حد هيفهمها. انا فهمها. اللي زي. لكن لو واحدة مبتدأ او عايز تعمل قصة دي وتجتهد مع نفسها هتوه فيها. انا هنا فصلت الصفرة اللي وراء والليه قدام. المربعة كده وعملت التعديلات بتاعتي اللي هي حاردة الرقبة وميل الكتف الامام عن الخلف. بس هنا مفيش حاردة جيره عشان نعمل التعديل بتاعتها. تمام? انا بقى عشان عايز اشوف الجزء اللي تحت. بطرح الطول كله. الكامل بتاع البنت. بطرح منه الصفرة طول الصفرة. فها طول الصفرة اه اتنين وعشرين من مية وخمسين طولها طويل. فالفرق ده وانا انا هقيسه كده. فانا بقيس القماشة كده. بعملها حطيت البورسن اللي حمل اس منه طول القماشة كلها. بلا ان القماشة هيبقى ثلاثة متر. هنطبقوا كده آآ البورسن آآ الخط الواحد اتنين على بعد كده. يعني حتى انا اقسلتهم ثلاثة متر هون. بالمظهورة متر مساقسنا لحد الطول اللي انا عايزاه. والباقي لو تانيته بالتانية اللي هي على بعد بالطول هيطلع لكم. فلازم قبل ما قص وقبل ما عمل هاشوف حسابات واشوف الباقي هيقضوا لها عشان ما هتضرش في القماشة او او قصوا جزء ويطلع القماشة مأسرة معي وما تبوز تمام? شوف التطبيق دي عشان تعرفوا انا بقول ايه بالزبط. هي الطول بتاع القماشة كلها تانيتها نصين وبعد كده هو خط على قد الربع اللي انا عايزاه للجزء اللي تحت. فانا عملت الجزء اللي تحت خمسين سنتي. اللي عشان عملنا الصفرة الربع بتاعها اللي هو التمنتاشر سنتي اللي نازلة من عندك كتف الحدي تحت تمنتاشر سنتي فهنقول عشرين. فهنعيش اه العشرين دي انا هنحط عليها عشرين تاني كسر. هتبقى اربعين. والعشرة سنتي هتبقى بتاعت الحردة اللي هي براه آآ برا الصفرة اللي هي بتاعت القم. فكده يعتبر ايه خمسين. فاحنا بنطبق كده وبالم عشان آآ وانا برسم كده تبقى البينا قدامكم. اهو دي الخمسين. هاخد الاربعين سنتي بتوع الكاشكاشة بتاع الصفرة. والعشرة سنتي هعملها هنزل منها عشرة سنتي. اهي. كده خط على طول. وهناخد. بعد الاربعين هناخد عشرة سنتي. وهننزل لتحت عشرة سنتي. تمام? اهو. احنا القم ده واسع فانا عاملين طول الصفرة اللي هي اللي فوق تمنتاشر آآ اتنين وعشرين سنتي. او عشرين سنتي بعد الخياطات. وعشرة سنتي يبقى تلاتين سنتي ووسع القم من من فوق لحد تحت. تمام? احنا بقى هننزل هنا خط دغري على ما فيش لحد الاخر الخمسين من دل من تحت. هاجي بقى انا عايزة تكسيمة شوية بس كده عشان هي واسعة فانديها تكسيمة حاجة بس ده اتنين سنتي لجوه كده. تمام? كده خلصنا. يعتبر احنا ايه? هنقص بقى وكده يعتبر القصة بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة. زي ما قلت لكم ان انا ببسط لكم اي قصة. مقول لكمش لا انا بتفرج اي قصة جديدة. بتفرج عليها على الفيديوهات بتاعتها بس بحول لنا مش اختراع بقى ان انا بحاول ابسط لكم واجب لكم طريقة سهلة عشان اي حد تبقى في متناول ايدي ان هو يقدر يعملها في البيت. بصراحة الحاجة بقت غالية. وانا اكتشفت دلوقتي كمان ان الناس اللي بتجيب لي القماش افصلوا القماش غالي جدا. الكريب العادي اللي كنتي بجيبه بسعر دلوقتي بقت تقطقين. فالحاجة كانت غالية. فانا بحاول ابسط الطريقة على الناس اللي قاعدة في البيت. ومش هتقدر تروح تفصل. تمام? وربنا يحصل ما بين ايدنا ويدي. قدرات انا قصتها. خلاصوا وجدت الجزء اللي انا كنت تانية اللي انا اتركوا ان انا هجيب الاطباق على بعد كده هي دي الفضلة من الجزء اللي فوق. تمام? دي كام? دي اه خمسة واربعين سنتي. تمام? فاحنا هنعمل بردك طول. طول الكشكشة اللي هي على الصفرة. في حدود مسلا ايه? هنعمش نعملها اتضعفة بقى. ليه? لان هي الكشكشة على القوم. بشوف الموديل اللي انا عاملاه. الصورة اللي انا حطاها. اه مش كشكشة مش كتير اول. تمام? اخذ من عند المحسم هنا عشرين سنتي. وهنزلها بدوران كده لحد الاخر. تمام? اهو. هقصها الاول. بعد كده اعمل لكم حكاية الموضوع العشرة سنتي اللي انا عملتها في الجسم من فوق. اللي نزلت عشرة وضيقت عشرة. تمام? فانا هعمل هنا هوا. الخمسة واربعين. هعملها. هسيب منهم عشرة سنتي في الاخر. واعمله بدوران. واعمل الفرد الصغير اللي هو فوق اعلى الكتف. اعلى الكمة. عشان ده اللي هيبقى منتصف الخط الكتف. قدي اللي هو العرض كله بتاع الكمة هوا. باخد هنا. اسيب من تحت عشرة سنتي. واعمل علامة كده. واعملها بدوران او بحاجة بسامبوكسة كده صغيرة زمانة بقصة بسوء. يعني اخدها حاجة بسيطة جدا. اهي. تمام? بس هتبقى لازم تبقى تيجي على قد العشرة سنتي. تمام? انا هنا بعلم القماشة عشان القماش الكريب بدور ملوش وش ودهري فانا هيبقى المية كلها واحدة. فانا بعلم علامة عشان اشوف انا بخيط على انه وش. تمام? اول حاجة هعملها ان انا ها هكشكش بعلق داية. يعني من غير دوس الفرنس الكشكشة اللي هي القدامانية والورا بتاعت البدن من تحت. الجزء اللي هو تحت السفر. بصوا بك اشكش وكده. بترى عشوية او مش محتاجة ايه آآ فرنس ولا حاجة. اجا اعمل الجزء اللي وراء واللي قدام معكم. لا اله الا الله ولا حول ولا قواتها الا بالله العليل العظيم. ياريت يا جماعة اللي وصل معنا غدا دلوقتي في الفيديو. ياريت ما ينسناش بلايك وشير وسبسكرايب عشان نوصلوا كل جديد ونعلم مع بعض والبعض بازن الله. تمام? انا دلوقتي خلصت الكشكشة. بعمل ايه بقى هنا هو الخياطة اللي وراء في السفر مفتوحة اللي هي هعمل منها فتحة. فانا بقفلها كده. واعملها فرما طولة عشان الجزء اللي فوق ده وانه يبقى على قد الراس. تمام? يبقى فيه فتحة من وراء. اجي بقى السفر اللي هي الامامية هنا بقسة هي على قد السفر. اهي. على قدها. بس حتى لو واسعة شوية انا بكشكشها وانا ماشي عليها بخياطها. انا كده بلزق لتني السفرة. بعمل جزء الاولين الاول والجزء اللي قدام الاول يعني واللي وراء آآ الواحده. كل السفرة مع الجزء بتاعها. انا كده هو بسوا ليتها واسعة شوية هي بقسها كده. وكشكشت شوية في الاول بعد كده هو ايه? آآ طلعت مزبوطة. بس بكشكش من اني حتة من الجزء اللي لقيه فاضي شوية من الكشكشة. اروح انا ما ادي له ايه تشريب كده شوية عشان يبقى الكشكشة كلها متساوية مع بعض. اجي الجزء اهو الخلف بردوك. باجي الخياطة اللي انا عملتها في السفرة. باجي انا معلمة علامة فرد في الكشكشة دي قبل ما عامله عامله فرد صغير. فانا اروح انا حتى الفرد دون على الخياطة. وهروح ايه? مكشكشة. عشان يبقى كل نص متساوي في الكشكشة بتاعتها. بصوا انا بكشكشة ههو النص الاولاني. بدي له تشريب كده بسيط عشان يبقى على قد بعد. انتو شفتوا الموديل كان كشكشة كتير جدا. يعني كده كمان دي مش كتيرة. بس انا ما كترتاش لسبب. القماشة دي كرب من اللي هو مش طري بيرخ كده. لأ. طري هيش شوية. هتشوفوها كده وانت هتعرف وانا ازي بصوا لها الكشكشة بين ان هي هيشة شوية. نص بقى مكوة وكلام دوا عشان تنام شوية. ما تباش عالية على الصدر يعني من قدام. او من ورا. دلوقتي بقى خلصنا الكشكشة ولزقناها هنعمل ايه? هنعمل الكتاف. هنلزق الكتفين مع بعض الامام والخلف. زي ما انا ماشي كده. وطبعا لازم اعملها قبل ما الازق فيها القمام. تمام? انا في حاجة هتبعملها اوفر لازم من قبل ما ديجي صاحبة الحاجة تقسو فيه ايه? حاجات لسه ايه? لا بس اي برغت لما ايه? ممكن تزبط فيها او حاجة زي كده. انا هنا برضو باعلم بقى في القم وهعمله برضو الكشكشة نفس الكشكشة اللي كانت في ايه? في الصدر بايداية. هعملها بايداية. اهو زي ما انتم شايفين كده? وشايفين القصة هي اللي انا عملتها لهي العشرة صنط اللي هي نازلة تحت دي كده. اهي من فوق منها بابتدى ايه? اكشكش الكشكشة اللي هي ايه? مش كتيرة قوي زي اللي في الصدر. لان لو شفتوا الموديل هتلاقوه الكشكشة اللي على الكتاف بتبقى مش كتيرة. لان الميزة في الكم الوسع بتاعه. الوسع بتاعه نازل كده ببومبية من تحت فده هو الميزة في الكمام دي كده. تمام? اهو انا كده كشكشته وايه? وهبتد ايه? اركب بقى ايه? في الكتاب. الكتاف. اه اجيب خط الفرد اللي انا عامله في الكمام اهو انا بدور عليه واجيبه على القط الكتف كده وابتدى هلزقه. ونفس اللي حصل في الجزء في الصفرة اللي هي من الامامه الخلف. بعمله كده على اهي. اخر العشرة صنط والتانية اجيبه على قدها كده. بصوا اهي. بالمنظر ده كده. اهي. بصوا اخدينة يعني انت يا رب اكون الشرح بتاعي. ماشي مع الصورة وتقدروا تفهمه او تعرفه انا بتكلم عن ايه بالزبط. اجيبها من عند اخر حرة تجيله اللي هو العشرة صنط اللي تحت وعملها واجي بقى. بصوا ازبط الفاصل ما بين اللي نازل. الحتة نازلة والصفرة من فوق. بزاوية كده بسيطة هتعرفها دلوقتي لما اعمل لكم التانية. تمام? انا باتي اهو. بخيته الفرده اهو. بتاع الخط النصي بتاع الكتف. بزبط الكشكشة. وبالمنظر ده كده. اخيته لحد الاخر. عند العشرة صنط اخر العشرة صنط بتاعت الجنيب. الطريقة التانية بقى اللي انا بقولك عليها ان انا بخيط الكشكشة بس. اه في السفرة على قد المربع بتاع السفرة. وبعد كده اجي اخد الزاوية اللي انا بشاولك عليها دي. اعملها لوحدها عشان تديني المراء السفرة المربعة اللي هي الزاوية بتاعت السفرة. تمام? انا دلوقتي بخلص ايه? السفرة بس. اهي. الخياطة على قد الكشكشة. هبصوا. خليكم معي بس. وركزوا شوية. ادي خلصت السفرة بس. اجي بقى اعمل ايه? ادي الزاوية هي اللي انا بقولكو عليها. اجي اخدها لوحدها. اهي. عشان تديني الزاوية البوزة الصغيرة بتاعت المربعة. السفرة. اجي اخدها كده. انتم ملاحظيني الاول بس ان المسافات كلها متساوية. انا بفك الغرزة اللي انا فكتها دي اللي هي بتبقى الشابكة اللي اللي انا عملت اللي الكشكشة. لازم اشوف في غرزة كده لازم اللي تاني يتقابله مع بعض. بصوا الزاوية اتعملت ازاي? دي بتدي شكل حلوة. دي التانية هي. اهي انها الاتجاه التاني. بين بتاع نفس السفرة. تمام? عشان انا صفرة واحدة منهم سواء الامامية او الخلفية مش فاكرة. عملتها كلها مرة واحدة. والصفرة التانية قلت عملها لكم بطريقة تانية اللي انا اعمل الاول الكشكشة. وبعد كده اعمل الزاوية بتاعت ايه? حارة الجيل. وبصراحة لقيت الطريقة التانية بتبقى احسن. فانا فكت الكومي الاولاني اللي انا عملت كله مرة واحدة كده اللي هي العشرة سانتي بلك بالكشكشة لعا السفرة. وعملتها بالطريقة التانية. اللي انا آآ خيطت الكشكشة الاول بتاعت الكومي مع السفرة. وبعد كده هوا انخدت الزاويتين مع الوحدهم عشان تديني التربعة كويسة اللي زمانت وريتها لكم كده آآ بتاعت السفرة. تماما? وبكاشكشة هون. بوزع الكشكشة. خدوا بالكوا بقى من الحتة دي. بصوا انا هسبت الابرة في اخر الكشكشة كده. بسبتها وراح انا مديها عشان الزاوية اعملها. بص اهي. اديها بقى الخط كده بعد ما حرك القماش. وانا مسبتها الابرة من تحت. ارفع الدواسة. واروح بديها الزاوية. دي اللي بتديني برضو طريقة تانية الزاوية اللي هي بتاعت الجزء المربع بتاع السفرة. تمام? انا كدتي خلصت خلاص السفرة وتركيب الكمام. آآ اجا اعمل بقى الجناب. بسيب مسافة كده بتاع عشرة سنت عشان هركب الاسك. واعمل آآ قبل ما اركب الاسك. للطرف بتاع الكم. اديها كده خياطة بالدوران بتاع الكم. ولازم اكون زبطة قدية. بالخياطة على الخياطة بالزبط. الخياطة بتاعت تحت الباط يبقى يبقى الخياطين مقابلين بعض. وكمل كده بنفس دوران بالزبط اللي هو تحت الباط على طول بدوران بسيط كده اللي انا كنت واخدها التكسيمة. اودي خياطة للطول بتاع الجلباب كله لتحت. كده احنا خلصنا آآ قدامكم جنب وانا هعمل الجنب التاني مع نفسي. اكون انا عملت بقى الكم آآ آآ من على الطرف واجه بالاسك العارض كده. اروح انا حطها كده الاتنين على بعض. ومغطية بالمسافة بتاعت القماش. وسبته من الطرف. وبعد كده هو لازم يكون اللي انا مش عايز ادوس على الاسك. انا بدوس برا الاسك على الاوبر. فلازم يبقى المسافة بتاعت اللي انا مغطية بها الاسك اكبر من الاسك ببتاع ايه نص سانتي كده. اللي هتبقى عليها الدواسة عشان اخياطها. انا دوتي بخياطها كده على المفتوحة هو. عشان انا بقول لكم ليه مش عايزة ادوس على الاسك عشان انا لسه هشد الاسك والحجم الدوران بتاعت الايد اللي انا عايزها. اه بصوا اروح انا كده سابها مفتوحة من ناحية. اشد كده المقاس اللي انا عايزها على قد ايدي. اروح مدبسة المثبتة بخياطة برضو كالطرف التاني اللي بعد ما شده كده. واروح انا افلى ايه? افلى الكم. قبل ما اعمله ايه? اه بعد كده اعمل اوفر بقى بتاعت الجنب. اهوا بصوا اهوا فيه حاجات قبل حاجات يا جماعة خطوات قبل خطوة. دلوقتي بقى الفتحة بتاعت الضهر احنا دلوقتي يعتبر قربنا نخلص الفيديو. الفتحة بتاعت الضهر كده بكففها بخياطة كده. الجوة وورا بعد عشان دي نسيبها بالبورسن. فانا اروح انا ايه بخياطها كده ومشطبها. عشان نحط فيها زرار وعروة خارجية صغيرة. دلوقتي ما فيش في الفيديو ان انا ايه? الحردة الرقبة دي ان انا هشطبها بالبيه. انا طبعا عاملة البيه كتير في القناة عندي. فآآ انا هوره لكم بعد ما اتعامل. بس في خطوة انا ما عملتهاش في آآ وانا بقص. ان ااخد من الجنب في الديل من تحت. ااخد تلاتة اربعة صنط كده على ما فيش. عشان الفستان ده واسع او الجلباب واسع. فيباش ميدال دل من الجنبين طويلة عن الوراء وقدام. دلوقتي فيش غل الحردة الرقبة شطبتها وهو ادل الفستانة هو في الاخر. يا رب يعجبكم وينر رضاكم وتقدروا تكونوا استوعبتوا للشرح اللي انا بشرحته لكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بازن اللي اشوفتوا واخدين بالكم المربعة والكمة قد ايه? اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. وكل سلام انتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.